أهلا بكم من جديد تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع تراقب الإفصاح عن بيانات المخزونات الأمريكية وانخفض سعر العقود الآجلة لخامي برانت بنحو 13% ليصل إلى 34 دولار و54 سنة للبرميل كما هبط سعر العقود الآجلة لخامي نايمكس بأكثر من 19% ليسجل 31 دولار و66 سنة للبرميل إذن بالأمس قفزات يحققها النفط واليوم يخيم التراجع على أداء الأسواق لمزيد من التحليل عن تحركات أسعار النفط ينضم إلينا مباشرة عبر سكايت من القاهرة إبراهيم القادي المحلل الاقتصادي إبراهيم مساء الخير وبداية ما هي قراءتك العامة لأداء أسعار النفط خلال الفترة الحالية مساء النور أستاذ بينا وأهلاً مساء محررتك وكل المشاهدين كل المشاهدين حضرتك السلام بالنسبة لأسعار النفط طبعاً زي ما شاهدنا الفترة اللي فاتت كان أسعار تاريخية كانت دون الصف وده كان بسبب أن الطلب العالمي انهار تقريباً بسبب فيروس كورونا انهار بنسبة 40% كمان الفترة القادمة دي تحديد مبارح بالتحديد كان يوم مهم جداً لأنه كان نهاية العقد المحيل والنهاردة كان بداية العقد الجديد بتاع البترول كان الناس كلها توقعة وكانت مدرجسة أن يناريو الدون الصفر يحصل تاني ولكن الأسواق قدرت تتماسك وقدرت كمان الأسعار تتوصل النهاردة لأسعار 32% وده كان بسبب عدة عوامل من ضمنها زيادة الطلب عالمياً على البترول وده كان بسبب افتتاح الجزء الاستراضيات الموجودة في العالم الشراء أسيا في أوروبا في فريقيا دول كلها بدأت تشجع الدول انها تشتغل تاني كمان الصين كمان وهي بقرة الأحداث كانت زيادة الطلب ب13 مليون برميل كليوم بسبب الانتاج اللي هي تشتغل عليهم كمان قدمت طلب بـ 230 مليون برميل هتحتاجهم في ثلاث شهور القادمة كمان خبر ده كان يخذ لي أسعار البترول وترتفع الحزمة الدعم اللي بتقدمها البنوك المركزية والدول الأزمة للشركات وشركات البترول اللي هي بتحفظ عليها من الانهيارات والإفلاس كمان كان بسبب تراجع الانتاج من النزق الأمريكي تراجع المخزون الأمريكي كمان بنسبة برقم 740 ألف برميل ده كمان زود الطاقة الانتاجية تخفيض الانتاج كمان من أوبيك بلوز إلى 9.7 مليون برميل ده كان من العوامل كل اللي كانت عوامل مؤثرة بفعار البترول وصوله لـ 32 النهاردة طيب إبراهيم طبعا من بداية شهر الحالي دخل خفض الانتاج حيث التنفيذ خلينا نفهم هذه الإجراءات مع الأخذ في الاعتبار الخلاف الحاصل ما بين الولايات المتحدة والصين والذي شهد شحنا جديدا إلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذه التطورات إلى تأثير سواء بالسلب أو حتى تأثير مختلف على أسعار النفط تمام هو العوقة مبدئية ما بين الحروب والمسار البترول ما بقتش زي زمان الحروب مختلفة أكثر بالماليات الأمينة زي البهب والدولار ولكن أقدر أقول لها بريك كمان أن كمان التسريبات والحياة الناسية باستشرفتها الخبراء والجراء الأمريكية العلاقة القادمة بين أمريكا والصين بتواجه إلى منطقة الحرب كل دولة في تسريبات عندها أن الدولة الأخرى بتتحرك لمواجهة عسكرية من أسف ويعني دوت أسوأ أسوأ سيناريو ممكن يحصل السيناريو الوسط أو سيناريو الكويت أنه ممكن يحصل أن الحرب البريدة تستمر عبارة عن حرب بريدة في الإعلام كمان زيادة التعريفات لعلى كل دولة وإن شاء الله الموضوع ممكن يتحل كمان لأن الفكر كمان مش موضوع التساوض الفكر كمان أن المستقبل كله دلوقتي رايح لاتجاه 5G 5G هيعمل نقلة نوعية في حياة البشر كلهم اللي هيقدر يتحكم في التكنولوجيا دي هو اللي هيقدر يسود العالم وطبعا الاتراءة اللي حالي مقبول ما بين أمريكا والسين بسبب 5G فلو مشكلة 5G اتحلت اتحل بقى كل مشاريع تانية تكون صغيرة جدا من نسبة لهم بسبب فيروس كورونا أو التعريفات الجمهوركية إبراهيم القادي المحلل الاقتصادي أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتنا معنا